موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم عين على الحدث هذا المساء عن الجريمة الجديدة شاب يذبح والدته وينتحر زوج يقتل طليقته وأفراد من عائلتها شاب يختطف فتاة وينكل بجثتها مع عائلته نحن أمام جريمة جديدة غير تقليدية نشاهد هذا التقرير لزميلة أحلام مغزوز عنوانه من يوقف طغيان العنف والقتل في المجتمع الجزائري ولا نعود أتابعوا موسيقى موسيقى حيوبي علي بأعلي مدينة سكيكدا يستيقظ على وقع جريمة شنعاء كان وراءها شاب عمره لا يتجاوز الخمس وثلاثين قتل والدته بخنجر وانتحر فيما بعد تلمسان كذلك اهتزت على وقع جريمة قتل بشعة أقدم فيها شاب في العشنية من عمره على إزهاق روح والده وجه له بلا طعنات بواسطة خنجر قبلها اهتزت القصبة كذلك على وقع جريمة قتل انقام بها شاب في حق والدته وجدته ببرودة دم وفي وضح النهار وما أكثرها من القصص المشابهة لهاته موسيقى هذه الأخبار باتت تملأ صفحات الجرائد ونشرت الأخبار وانتعددت الأسباب فالنتيجة واحدة والجرم نفسه والمأساة كبيرة حين يباح الفعل وتستباح الروح نكون حتما أمام وضع خطير فماذا لو كانت هذه الروح أما حملته وهنا أو أبا ربا وكبر أو أختا تحمل في عروقها نفس الدم نتساءل فما هي الدوافع وما هي الأسباب إذا عدنا إلى التحقيقات الرسمية فإن المجرم في معظم الحالات يكون متعاطيا للمخدرات المهلوسات بأشكالها المختلفة فاقدا للوعية وإلا كيف استطاع أما إذا عدنا إلى الدراسات السيسيولوجية فإننا نكون أمام واحدة من الظواهر المركبة بصفتها فردية واجتماعية في نفس الوقت لا يمكننا حصر عواملها في سبب واحد بل هي نتيجة لتركم المسببات يعيد بعض المختصون تفشي العنف وسط المجتمع إلى عوامل نفسية تعود للشخص نفسه وسمته العقلية والانفعالية مثل إحباط والحرمان الصدمات الانفعالة الشديدة وهي التي تفسرها عملية الانتحار التي تل الفعل الإجرامية الأمر لا يتوقف هنا فقط بل كذلك يعود إلى تراكمات لمختلف المراحل التي عاشها الجزائري ما يتصل بهذا الجيل مرحلة العشرية السوداء من مخلفاتها مجتمع عليل عدم الثقة ضعيف النسيج عنيف بدرجة تبحو له القتل ببردة دم التحليلات السوسيولوجية والنفسية لم تكفي لتحدد أسباب هذه الظاهرة والتساؤلة مستمرة حول أسبابها وحواظنها والدوافع التي تغذي استمرارها وهل سيتمكن المجتمع الجزائري من وقف طغيان منطق العنف والقتل المتفشي بين أهم فئة للنسيج الاجتماعية وهي فئة الشباب كان هذا التقرير لي الزميلة أحلام مغزوز حول الجريمة الجديدة في المجتمع الجزائري لي الحديث على هذا الموضوع أسعد وأتشرف باستضافة بروفيسور في طب الأمراض العقلية ورئيسة مصلحة الأمراض العقلية بمستشفى فرنس فانون ديل بالبوليدة البروفيسور بسطيخ خديجة مساء الخير هنا وسهلا مساء النور شكرا من الإسضافة على بلاتون وميديا تيفيو شكرا على اختيار هذا الموضوع يعني اللي ولا بلوف خيكم في المجتمع الجزائري اللي يعادي المجتمع الجزائري يتخوف منه وحتى احنا كمختصين نحاولوا أشكفا نلقاوا لحلول حلول الوقاية ولا نلقاوا حلول لهذا المشكل أهلا وسهلا أيضا يحضر معنا في البلاتون الحديث على هذا الموضوع على الأخصائي النفسانية موهوب خالد أهلا وسهلا مساء الخير وليس شكرا على الإسضافة شكرا كذلك على إثارتك لهذا الموضوع من أجل تنوير المجتمع لأن العديد من الناس يتساءلون كيف لإنسان أن يتجرأ على إباحة دم أبوه أو الأم وإننا رح نحاول إحنا كمختصين باش نوروا المجتمع ونوروا الناس ونفهموهم كيفاش تحدث الجريمة واشكون هم الناس اللي يقدروا ولا أبروا في البسيكولوجيك الإنسان هذا اللي يقدر يمارس كما يقوله خلينا نبدأ معك دكتور هل تؤكد أم تنفي أننا أمام نوع جديد من الجريمة في المجتمع الجزائري أمام نوع جديد من الجريمة ما نقدرش نقول نوع جديد من الجريمة لكن نحن الآن أصبحت تلمو أصبحت وسائل الإعلام تتناولها بكثرة الوكريم ماتنو ميدياتيزي كان كاين من قبل ممكن الأرقام ما كانش بنفس الرقم اللي يراه كاين الآن لكن هالجرائم كانت كاينة وين ما كانش هناك دعاية إعلامية اللي نقدر نقوله لتهويل إعلامي كما الآن الآن كي تحدث جريمة في منطقة الكل يتسارع والآن وسائل التواصل الاجتماعي وين أصبح تديع الخبر ويوقع هناك تهويل فكانت كاينة لكن نشوف الجريمة حتى في العشرية السوداء كانت جرائم ترتكب بما لأن هذه الجريمة هي قائمة بحدثها في المجتمع الجزائري ولم تكن فقط معروفة موقع التواصل الاجتماعي تشوف أنه زادت من انتشار هذا النوع من الجرائم في المجتمع الجزائري بطبيعة الحال زادت كثيرا وأصبح هناك تهويل إعلامي كبير وفي وسائل التواصل الاجتماعي لهذه الجرائم وين ممكن رح نترقلها خلال الحصة وين هذا التهويل الإعلامي ليزيد البناليز كما نقوله الجريمة هذه وين تصبح شيء عادي بالنسبة لذلك الإنسان اللي عنده كيف شكوله البروفيل البسيكولوجي أو الملامح شخصية ومش يقدر يرتكب جريمة وين في بعض الحين باسكو ممكن طبيبا ومبعد توضحنا أكثر هناك هناك ليرتكب جريمة موش بين الحين والآخر رح يرتكب جريمة هذا الإنسان اللي يرتكب جريمة رح يحضر لها رح يوجد روحه كذلك نشوف الإنسان هذا اللي يرتكب جريمة عنده سوابق من قبل سواء في سلوكات عدائية كذلك اعتداءات ممكن حتى نشوفه من ناحية كذلك الشيء الذي يعاب علينا أننا لا نحلل عناصر الجريمة من كل حنا كنت تكون هناك جريمة مثلا يصارت جريمة مباشرة نتدخل لا حتى نلم بكل عناصر الجريمة حتى نعرف الجاني هذا شكون حتى نتأكد كذلك وممكن طبيبا وكتب توضحنا أكثر كنت ديروا الخبرة العقلية لأنه وكيل الجمهورية وش يدير رح يرفض عندما يلقي القبض على الجاني رح يعرض على الخبرة العقلية لماذا الخبرة العقلية؟ أولا لتأكد من السلامة النفسية والعقلية لهذا الجاني ولكن إحنا عندنا نوع من كما نشوف الإنسان يقتل باباه ولا يقتل يماه ولا يقتل كذا فأنا عندي شكوك من ناحية إنسان هذا إنسان عادي إنسان مريض نفسيا خلينا نوصل مع البروفيسور بصديق مثلا شجارات سارقة أثناء هذه العمليات يتم قتل شخص معين يكون فيه ضحايا في رأيك ما الذي يجعل شخص سوي على أنه يرتكب بجريمة شنعاء مثلا أنه يقتل الوالدة و بعدها ينتحر كان عدة عوامل وعدة أسباب كما قال الأستاذ مش شيء أبليجي واحد يقتل أمه ولا الوالدة ولا ولده ولا بنته ولا واحد من الأقرب يكون إنسان مختل ولا مضطرب نفسيا أو عقليا كان دي جون نغمو يعني عندهم أشخاص عاديين أشخاص عاديين هما اللي راهم يرتكبوا أكثر هذو الجرائم و لازم نعرفه باللي لوميسيد فولانتا معناتها القتل العمدي القتل العمدي مع سبق الإسرار الترصد الإسرار الترصد الإستماسات النسبة في المجتمع الجزائري ليس كثيرة لو كنا نرحو نشوف الستاتيستيك الجرائم اللي أكثر تفشي هي الكوب لسوق فولانتا عنا السرقة عنا المخدرات اكساس والمتاجرة الاستهلاك والعرض وعنا أيضا الأخلاق للمسا للأداب العامة لكن بروفيسور اللحظة فقط إنه مثلا شاب يقبل على قتل الوالدة انتاعه ذبحا بعدها ينتحر في رأيك هذا إنسان مختل عقليا أم أنه عاني منه أزمة نفسية أو تحليل بخصوص هذه الحالة بذات يعني ندو هذا كم أكزامل هذا أوتوماتيكما لازم ندروله خبرة عقلية خبرة عقلية في القتل العمدي هو انتحر وتوفى الشاب لو كان ما توفى لازم اكسبرتيز برمير اكسبرتيز بسيكاتري خبرة عقلية لكن لازم اكسبرتيز كمختصة في الأمراض العقلية مثلا ماذا يدفع الشاب أنه أقدم على قتل الوالدة انتاعه وبعدها ينتحر هل ترى الخوف من العقاب ومن الردع القانون الجريمة التي ترتكبها أم أنه لم يكن سويا العقل لذلك أقدم على قتل نفسه أنا أقدم بلزور إبوتاز وممكن الأستاذ يكون معي موافق لأنني في المام دومان وإلي بسيكولوج وماذا يسو بسيكاتري يوجد بلزور إبوتاز يمكن أنه كان بسيكوتروب كان في المنك لكن كان لدي سم دعجان أموال في يطلب دراهم أعطي لي دراهم باش نشيري والله كان دون لبزوان دون المنك معنى في هذا الوقت على بل كان دي باندانس بسيشيك يعني كاريفة في المجتمع قادر قادر يقتل ولا يبيع الشرف لزوجة أو أخته أو أمه غير باش يجيب هذه الحبات لال بسيكوتروب أو المخدف ضعيف أمام هذه الحاجة نعم يكون بالأك دراهم بالأك لا تريد تمتل دراهم دراهم سوال لفة تعلم هذا يجيب يتحدث ألاك هذه الحاجة الأولى الإبوتاز الثانية ممكن التعاطي المخدرات إلى دوني دي تروب بسيكاتريك سيكوندر معنتها سيكوندر افترابات نفسية ثانوية معنتها ثانوية لتعاطي المخدرات ممكن كان في هذا لم يكن لم يكن في التعاطي في الخبر العقلي يجب التحقيق يجب التحقيق يجب أنه قبل أو بعد يجب أنه كان افتراب أو لم يكن افتراب المخدر 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 أو المخدر هذه افتراب ممكن يكون عنده افتراب عقلي يلو كان يكون ايجو يعود يرجع الوعية وكان افترابات نفسية وعقلية من هذا النوم صحيح ممكن يكون عنده بخصوناليتي باتولوجيك هذا الطفل ممكن تربى فيه جو عائلي معقد ممكن كانوا ديجان بوفغة الفقرة ممكن كان ظروف عائلية ممكن كانوا خلافات زوجية ممكن أبو منفاصلين ممكن جدا افترابات 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 كاميرية افترابات 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 توقفات افترابات افترابات انتحضر افترابات ترجمة 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 نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر